هنعمل النهاردة فانوس من بواقي الورق طريقته سهلة جداً وشكله تحفظ انا استخدمت ورق كانسون واخدت علامات في الورقة دي عند 1 سنتي من الجنب ومن تحت بعد كده هقسم باقي مساحت الورقة دي كلها ل 2 سنتي يعني كل 2 سنتي بعمل خط بعد كده قصيت الدوير دي دول 12 دايرة وكترة دايرة 13 سنتي بنتنيهم بالنص كده بعد كده هنستخدم غرة او اي نوع لازق تاني تحبوه بس في الفكرة دي يفضل الغرة ونحط منه خط رفايع قوي على الخطوط اللي واخدينها عنده كل 2 سنتي ونرس الدوير وراء بعض بالشكل دا بنسبت الدوير من بعد الواحد سنتي اللي احنا خدناه على اليمين دا يعني الدوير هتبقى في المص كده زي ما انتو شايفين مش في الطرف من فوق ولا من تحت استخدمت كل بواقي الورق اللي عندي وطلعت منها الالوان التحفة دي بس ممكن طبعاً تستخدمه لون واحد وبعد ما منخلص المرحلة دي بنسيبه لانشاف كويس قوي بعدين بنجيب الورقة دي ناخد واحد سنتي كده من الجامب ونقص كل الورقة لشراية رفايعا من غير ما نوصل للواحد سنتي اللي فوق دا يعني عشان ما افصلهاش عن بعض بعد كده بسنام مقص بشد الورق بالشكل دا خلوا بالكم عشان ما يتقطعاش كده كده دي خطوة اضافية ممكن ما تعملهيش دا شكلها بعد ما خلصتها نجيب بقى الفانوس ونحط غيرها كده من تحت ونسبت الورقة دي هنا وده الواحد سنتي اللي احنا كنا مغدينه في الاول خالص نحط عليه غيرها ونلف الورقة كده ونلزقها في بعض فيبدأ بقى يظهر كده شكل الفانوس بعد كده بنحط غيرها بين كل دايرتين ونلزقهم في بعض نحط حاجة بسيطة قوي كده وعشان الخطوة دي ما تاخدش معيها وقت كبير تقدمت مشابك الصغيرة دي وسبت بيها الدغير في بعض عشان تنشف برحتها ودي اخر ورقة محتاجينها وحنستخدمها تعليقها للفانوس بانتهى باللزق ده ممكن تستخدمه ورقة عادي في التزين استخدمه لون مختلف عن لون الورقة هيبقى نفس الفكرة يعني طبعا ما وصلتش اللزق للاطراف عشان عارف احطها دي غيرها ونسبتها هنا كده وبنفس الشريط ده زينت الجزء اللي فوق وكمان الجزء اللي تحت وبس كده خلص شكله بجد طحفة والاطفال هيفرحوا بي جدا ممكن تعملوا منه كزا واحد وتعلقوهم في فرع كده ويبقى زينة هيبقى حل بقوي ما تنسوش بقى تكتبوه رأيكم في الكومنتز